بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانه أرفع إليه أكف الضراعة وأنجيه وأقول له يا رب العالمين اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحم حماك يا رب العالمين اللهم إننا جميعا تحت لواءك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين اللهم استرنا ولا تفضحنا واعطينا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخضل عنا ولا تخضلنا واسترنا يا الله واستر أولادنا بسترك الجميل يا رب الذي سطرت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين اللهم يسر لنا كل أمر عسير وافتح لنا فتوح العارفين ونجينا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين القائل في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصلي عليه عدد من لم يصلي عليه وصلي عليه كما تحب يا الله أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجاوز إن أرضى بنواصل حديثنا حديث الأمس حول آية وحكاية أو آيات وحكايات في القرآن العظيم تتحدث عن الأسرة تتحدث عن البيت وتضع لنا الأسس والقواعد اللي احنا نبغي إن احنا نعيش عليها في داخل بيوتنا وعايز أقول لحضراتكم حاجة لا خير فينا والله إذا لم نقتدي بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا لم نقتدي بالسلف الصالح رضوان الله عليهم هتبقى حياتنا صعبة جدا ما أجمل أن نقتدي بالأنبياء وأن نقتدي بالصالحين عشان حياتنا تبقى آمنة مطمئنة وانبارح بدأنا الحلقة بالحديث عن صحابية جليلة أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة اسمها خولة بنت ثعلبة ابن حكيم عايزين يتعلم من حياتها ونستفيد منها ونأخذ منها العظات والدروس ونقتدي بهؤلاء الأخيار الصالحين جميعا بس قبل ما أبدأ الحلقة من عرضة وقبل ما رح أخذ أسئلتكم واستفساراتكم في هذا الموضوع وفي غير من الموضوعات الاجتماعية والخاصة بالزواج أريد أولا أن أقدم خالص العزاء لمصر في شهدائها الأبرار الذين يدافعون عن أرض الوطن هم شهداء نحسبهم للشهداء عند الله سبحانه وتعالى وهكذا مصر دائما تقدم كل يوم شهيد من الجيش أو الشرطة الذين يدافعون عن هذا الوطن وحضراتكم عارفين أن الشهداء لهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وليه الشهيد سموه شهيد سميه الشهيد شهيدا لأنه يشهد الجنة أو يرى مكانته في الجنة أو يرى مقعده في الجنة وهو ما زال في دار الدنيا وروحه لسه بتخرج من جسده يرى مكانته عند الله سبحانه وتعالى في الجنة عشان كده سميه الشهيد شهيدا وخدوا بقى لحضراتكم ربنا سبحانه وتعالى أما كلمنا عن الشهداء قال لنا إيه قال لنا والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ما قال لناش ربنا سبحانه وتعالى والشهداء عند الله لكن عند ربهم هي تفرق لو كان الربنا والشهداء عند الله كان إيه المعنى ولو قال لنا والشهداء عند ربهم إيه المعنى لازم نعرف ان فيه عطاء اسم عطاء الربوبية وهناك عطاء اخر اسم عطاء الهية فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يكرم الشهيد بعطاء الربوبية طيب هو فيه فرق بين عطاء الرب وعطاء الاله نعم عطاء الرب لكل ما خلق الله سبحانه وتعالى لكن عطاء الله للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى وحدهم عشان كده احنا في الفتحنا الحمد لله اله العالمين ولا رب العالمين بنقول يا جماعة الحمد لله رب العالمين لو كان ربنا قال اله العالمين كان حيرزو المؤمنين بي بس لكن لبما уنا الهي اله العالمين حيرزو كل الناس من يعرف الله ومن لا يعرف الله عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يكرم الشهداء بعطاء الربوبية فألنا والشهداء عند ربهم لهم أجرهم الشهيد يشفع في أربعين من أهله الشهيد يرى مكانته في الجنة وفي دار الدنيا الشهيد روحه تسبح في حواصل طير خض بإذن الله سبحانه وتعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم الله سبحانه وتعالى يلبس الشهيد تاج اسمه تاج الكرامة من الله سبحانه وتعالى فيعرف في الجنة بأنه كان شهيدا ودافع عن دين الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا أسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا الغالية الأمن والأمان إن شاء الله لا تقلقوا مصر ستنتصر في معركتها مع الإرهاب بإذن الله سبحانه وتعالى إن بصر ملد عظيم جدا زكر صراحة في القرآن العظيم ما تخفوش على مصر ربنا سبحانه وتعالى جماعة لما أمن مكة أمن البيت الحرام بس ألوى من دخله كان أمنى البيت الحرام لكن لما اتكلم عن مصر أمنها كلها من أقصاها إلى أقصاها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال بإذن الله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله أمين أنا بأتكلم مع حضراتكم اليوم عن قصة الصحابية الجليلة خولة ابن تثعلبة ابن حكيم اللي بدأت أتكلم فيها مبارح ولكن الأسئلة الكيتين اللي جاءت لنا بل حيناش نكمل في هذا الموضوع فأنا بكمل الحلقة النهاردة وفي انتظار أسئلتكم وإستفساراتكم قلت لحضراتكم بارح ابن خولة ابن تثعلبة ابن حكيم كانت متجوزة من أوس ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وحصل بينهم مشكلة كان زوجها يعني عصبي شوية وبعدين اتنرفز عليها وغضب منها بعد ما كلام ضار بينهم الاثنين وخلاف ضار بينهم الاثنين وقال لها الجملة المشهورة المعروفة جدا أنت علي كظهر أمي تحرمي علي زي أمي وأختي وبعد شوية مش الشيطان وهدى الزوج وبدأ يتكلم مع امراته وقول أنت امراتي عادي جدا قلت له لا لقد حلفت علي يمينا ولا بد أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقلت مبارح أن هذه الصحابية اليليلة العظيمة بتقول جملة فمنتها الخطورة بتقول ايه بتقول يا جماعة ولم أكن أملك ثوبا واحدا سليما فاستعرت ثوب جارتي يا سلام ما عندهاش جلبية واحدة سليمة فاستعرت ثوب جارتها وذهبت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا شأن المرأة المؤمنة كل حاجة بتعرضها على الدين بتأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى لا خير فينا والله إذا لم نلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله وسلم عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا كل حاجة في الدنيا يا جماعة لا كتالوج الكاميرا اللي بتصورنا دلوقتي لا كتالوج الساعة لا كتالوج الموبايل له كتالوج الانترنت له كتالوج التلفزيون له كتالوج الكيد اللي بيصورنا له كتالوج كل حاجة لها كتالوج برضو الانسان له كتالوج كتالوج الانسان ايه انه يمشي على منهج ربنا سبحانه وتعالى يعني ان يجده الله سبحانه وتعالى حيث امره وان لا يراه حيث نهام طب الانسان با بعد عن منهج الله سبحانه وتعالى تبقى حياته يا جماعة صعبة جدا لأن ربنا أقلنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيش تنضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كل حاجة يا جماعة لا كتالوج لازم نمشي على منهج الله سبحانه وتعالى معي أول اتصال تلفوني أستاذ إيمان سلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته فضل يا سبا أهلا وسأل أسمعك لو سمحت حضرتك أخويا توفر في رمضاء أعمل حدثة وتوفر الله يرحمه رحمة الله ورحمة الله مات شهيدا إن شاء الله كان رايح الشغل يعني عايزة أعرف هو من دلت عند ربنا وعايزة أعرف هو كان طيب انقطع الاتصال التلفوني لكن الرسالة باحتك وصلي عايزة أعرفي ما كانت عند ربنا سبحانه وتعالى لسأل من شوية وبقول تاني وتالت ورابع الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وربنا أنا في القوانة والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم عايزة أقول حياتك كمان إن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه شافوا النبي كده صلى الله عليه وسلم كئيب وزعلان ما لك يا جابر قال له عايزة تطمن على أبي الذي مات فقال له يا جابر أبشر فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلم أحدا من خلقه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء إلا والدك إلا والدك فإن الله عز وجل قد كلمه كفاحا يعني كفاحا يعني ربنا كلمه مواجهة لأنه مات شهيدا دافع عن دين الله سبحانه وتعالى ونزل القرآن العظيم ولا تحسبدن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالله إذا لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يعزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل فضل كبير جدا لشهداء ومدام الإنسان ومدام الإنسان يعني خرج في طلب العلم مات فهو شهيد بحثا على لقمة العيش فهو شهيد خرج دفاعا عن وطنه فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى أستاذ مصطفى السلام عليكم عليكم السلام وعليكم الرحمن 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 أهلا وسهلا مرحبا اتفضل يا سيدي أسمعك أنا اتصلت بحضرتك مبارح أيوة وأخذت الرقم التليفون بفق حضرتك والتليفون غير مفاعد يبا بس حد يدهولك بالخطأ ولا حاجة لكن خليك مع الأسود هدهولك تليفون أكيد الصح إن شاء الله لكن لو عندك سؤال يتفضل أخذ رقم التليفون حضرتك بس عادة يعني إيه عادة الحضرتك الخلفية لأن أنا بنتي اللي اقتصنت بيها بحضرتك مبارح عشانها آه انت قلتنا مشكلة بنتك مبارح بفضل نعم آه لأ بس اللي هو أنا مرتلقش المشكلة كلها أم أنا باتكلم على شان يعني أنا يعني أنا راجب معاش تمام ماشي وطنعك اشتغلت عن جلاس برا أم وبالصدفة أنا شكتها في التجمع الخامس مسكة وديرت مدرسة في التجمع الخامس تمام بنتك يا أخ سلم عليها أقولها إزيك يا بنتي وطبطب عليها استعرت مني يا دكتور محمد يعني استعرت منك وعقص البرد هي طلقت من وسط الناس كده وجدت مهنان الجيس والتي ما تقولش انت بوية انت بقالك بقالك يعني انت مشتاش بقالك كم سنة حق أنا عندي 68 سنة يا دكتور محمد طب هي عيشت معك عيشت معك يعني ولا انت سبتها او يا صغيرة ده ده خات ده يا دكتور محمد ده طالع من عندي عروصة طب يعني ايه اللي خليها عاملت كده يا حاج ايه اللي خليها بنتك عاملت كده معرفش يا دكتور معرفش يعني الكبرية خاتها او اتجوزت واحد كويس اه عايشة بالتجمع طب حتى لو اتجوزت واحد كويس تتبرى منك اه ليه؟ بتغير العربية وكل سامة الكلام ده أول تعالت لي ما تقولش انت بوية لا حاول الله قوتها والله العظيم يا دكتور محمد انا يعني هي تلات يعني معرفش يعني خادت طبع امها طيب انت انت طبعا انفصلت عن امها مش كده؟ طيب ماشي اذا كنت انت انفصلت عن امها فده مش معناه انك لا امها معرفش عنها حاجة يا دكتور محمد ام يا دكتور محمد انا معرفش عن امها حاجة طب سؤالك ايه حاج؟ سؤالك ايه حاجة؟ سؤالك ايه حاجة؟ طيب خليك مع الاستاذة هودا خليك مع الكنترول ستودا هتديك التليفون بتاعي بشكرك جدا معايا اتصال تليفوني اخر استاذة ايمان سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك اهلا وسهلا فضالي امان هاني اهلا بحضرتك لو سمحت انا عايز اسأل هو هل الميت بيشعر بمن حاوله؟ ويعني حكم زيارة الكبور لو انا رحت زرت جوزي في القبر وتكلمت مع هو بيبقى سامع ولا لا؟ وحكمها ايه حلال ولا؟ حاضر يا فنم بشكرك شكرا جزيلا ده طبعا مش موضوعنا ودخلنا في موضوع تاني خالص واحنا بنتكلم اليوم عن السيدة خولة ابن تعالى ابن حكيم لكن بقول لحضرتك كده بسرعة جدا ان طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح ما من مسلم يزوره ميتا الا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام يعني لما حد يروح يزور حد في قبره بتروحه بترد عليه السلام لان طبعا الروح الحياة البرزخية لها قوانينها الخاصة بيها مفيش حواجز مكان ولا زمان بالنسبة للروح بإذن الله سبحانه وتعالى اما مسألة انت تزوري القبر رسول قال زور القبور تنسكروا بها الاخرة وفي حديث واضح ونص واضح جدا ان المرأة يجوز لها زيارة القبور بس يا جماعة بايه بشروط يجوز لها انها تزور القبور بس بشروط لكن انها تمشي ورا الجنازة او تشارك في الجنازة هذا بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى سدنا النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر امرأة تبكي على ابن اللهمات فقال لها يا امت الله اتق لا واصبري فقالت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي فقال لها انه نبي عليه الصلاة والسلام فذهبت اليه معتدرة وقالت له سامحني لم اكن اعرفك فقال لها يا امت الله انما الصبر عند الصدمة الاولى الشاهد في ده ايه ان الرسول قال لها ايه اتق الله واصبري يعني خليك موجودة ازوري قبر وفيش مشكلة بس بشرط التقوى والصبر ولو كان وجوده هناك حرام كان قال لها انت وجودك هنا حرام في هذه الايه الحالة احنا لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم حتجوز بنتكلم النهاردة جماعة في موضوع مهم جدا في ايه وحكاية او ايات وحكاياتنا القرآن الكريم بنتكلم عن قصة الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة التي انزل الله سبحانه وتعالى في شأنها قرآنا يتلى الى يوم القيامة هذه الصحابية الجليلة اولتر حضراتكم انها راحت للرسول عليه الصلاة والسلام وقعدت تحاول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان زوجي قال لي انت علي كظهر امي كان ده فين كان ده في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه لا تحرمي علي زي امي واختي والمفروض ان كل زوج ميحلفش على امراته بالطلاء ولا يضطر اصلا لا يحلف الا اذا كان مضطر يعني ما يعدش يحلف عمال على بطال بالطلاء ان ده يخضم الله سبحانه وتعالى وفي ناس عندها مشكلة كبيرة جدا الراجل يود يحلب بالطلاء يحلب بالطلاء يصعب الدنيا عليه وبعد شوية الموضوع كان ممكن يحلوا بليه ما يعرفش حلوا بسنانه لغاية لما يصل امر الى اكثر من ثلاث طلقات وتبقى مشكلة كبيرة جدا ويترتب على هذا خراب بيوت والاولاد اللي بيدفاعوا التمن في النهاية المهم طبعا ان طبعا ذهبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام واشتكات له جوزي قال لي كذا فقد لها النبي عليه الصلاة والسلام ما اراكي الا قد حرمت عليه اتحرمت عليه خلاص طبعا المرأة تحاول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين المرأة بتحاول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع رسول الله ان لي منه اولادا لان خلفت منهم ان تركهم هو جاعوا وان تركتهم انا ضاعوا فقد لها النبي عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد حرمت علي فقالت رسول الله إن زوجي ابن عمي وأبو ولدي وأحبوا الناس إلى قلبي يا سلام ستة عظيمة والله ستة مؤمنة ما دورتش على المساوء اللي في جوزها دورت على الحسنات اللي فيه رغم أنه حلف عليها يمين الظهار حنواصل حدثنا في هذا الموضوع ولكن بس أزن من حضرتكم أخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضرتكم برنامجكم حجاوز اتفضلوا ولسه متواصلين مع حضرتكم وبرنامجكم حجاوز مرحب يا جماعة بكل وسائلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي حتتضح على الشاشة قدام حضرتكم بعد قليل ولسه بنتكلم النهاردة في آية وحكاية الآية النهاردة من سورة المجادلة والحكاية قصة السيدة خولة بنت تعلبة ابن حكيم والدروس المستفادة منها ومعانا اتصال تليفوني يا أمت الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكا دكتور محاول أهلا بيك إزاي حضرتك بقول لحضرتك أنا عندي بنت عندها خمسة وعشرين سنة ونص بجي لها عرسان كتير وما بحصلش نصيب خالص الحمد لله بنصلي وما بنصيبش ولا فرض طيب بنتك اسمها إيه حاجة بنتك اسمها إيه اسمها إيه؟ مش عايزة أقولي الاسم طيب أنا بس أسألك عشان أدعيلها اسمها إيه؟ طيب أنا عايزة حضرتك تدعيلها والناس تأمن عليها أمين تما نقولنا اسمها عشان أدعيلها أنا أدعيلها باسمها ولا أنت شايف إيه؟ وعد 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 ربنا يا بارك فيها إن شاء الله وارزوكها بزوج صالح بس ألك بس الأول سؤال بوعدة بتصلي ولا لا؟ الحمد لله بتحافظ على الصلاة الحمد لله أسألك سؤال تاني أنت علمتيها وربتيها صح علمتها وبابا متوفه عندها ثلاث سنين وربنا حكرمها إن شاء الله بتسيبش ولا فرد واخد باكريوس باكريوس هندسة جميل باكريوس هندسة كمان بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله علمتيها وعلمتها تصلي وعلمتها احترام زوجها الحمد لله مش كده ما تخافش عليها الزواج رزق حجة ورزق الإنسان أعرف به منه بس بيجي لها ناس كتير بس ما بحصلش نصي شاء الله لسه نصيبها مجاش الزواج قسمة ونصيب ورزق بإذن الله سبحانه وتعالى خلي بنت حيطك كده بس تحافظ على الصلاة وتحافظ على صلاة التهجد وحضرتك كمان كده وانت ساجده ادعي لها ادعي لبنت كتير وأنا بدعي لها وكل الناس اللي شايفينها يريد يدعو لكل بنات اللي ما تجوزوش أن يرزق كل البنات بأزواج صالحين يا رب وأن يجمل كل زوجة شايفانة في عين زوجها ما يشوفش غيرها أكيد الستاني دوات اللي سامعيننا كلهم بيدعوا بقلب عشان كل زوجة عايزة جزء يباليها بس باش لحد تاني وده طبعا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن بيوتنا بمليانة كده بركة وخير بنصح حضرتك كمان بحاجة مهمة جدا يا حاجة تفضل يا دكتور محمد اللي بنت حضرتك كده عليها بدعاء سيدنا موسى عليه السلام عليه السلام ايه دعاء سيدنا موسى ده جيه في صورة الخصص ربي إني الدعاء هو ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هو ده الدعاء اللي بنتك تقوله اتكرره على طول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ايه وهي بتقول هي بتقوله سمام الدعاء ده تقوله بقلبها تقوله بقلبها تقوله بثقة تقوله وهي مطمنة إن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها ومش حينساها وحيبعت لها أكيد الزوج الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني سيدنا سيدنا موسى لمقال هذا الدعاء إيه اللي حصل قد يبالك قطلوا العروسة لغاية عنده تطلب إيده فجاءت وإحدهما تمشي على السحيان فخلي بنت حياتك إن شاء الله بني يكرمها وبرك فيها تدعو بهذا الدعاء وتكسل من ذكر الله وأنا متأكد ربنا سيكرمها بزوج صالح بس لها رجاء عند حالتك لما جلها العريس قريب إن شاء الله كلمينا كده وبشرين وعزمينا على فرحها أنا طرف أرابة ما بينه ما بينك عايز رقم حضرتك أنا مش هنريفني طبعا يا فندي أنا متأهلية أصلا من المنصورة وإحنا قريب بس أنا عايز رقم تليفون حضرتك خليك مع الأستاذة هدى باهي هنريفك تليفوني أو سيب تليفونك ربنا إن شاء الله يكريمك وبارك لك في وعد إن شاء الله وبارك في كل بناتنا ويا رب العالمين أسألك من فضلك أن ترزق كل البنات بأزواج صالحين يا رب إنك على ما تشاء قدير يا رب فعلا يا جماعة عندنا مشكلة كبيرة جدا دلوقتي بتواجهنا سوق الزواج في مصر فيها مشكلة كبيرة جدا النسبة دلوقتي مش بخوفك ولا حاجة النسبة دلوقتي بقت ستة الواحد يعني ست بنات جاهزات وولد واحد جاهز الولد بتجوز واحدة بس على ما يكون عمل شاء أو مش عارف إيه وأيمة وجواز بيكتفي بواحدة بس فمشكلة كبيرة جدا فالبنت اللي جي لها حد صالح حد كويس تعض عليه بالنواجز بقول لكم اللي بنت شايفانا بلاش تتبطر إذا جالك حد صالح زي ما رسول قال لنا كده إذا أتاكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوتكم فتناتهم في الأرض وفسادهم كبيرة أو جالك وحد كويس عضي عليه بالنواجز وبلاش البنات تتبطر على نعم ربنا سبحانه وتعالى علشان يا جماعة البطران عشتوا أطران معي أطصال تليفوني أستاذ منال سلام عليكم يا أستاذ منال ألو ألو أستاذ منال طيب انقطع الاتصال التليفوني يا أستاذ عامة الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي يا حظرك يا فندم أهلا بيك الفضالي إزايك يا أستاذ محمد عملي الحمد لله والشكر لله فضالي يا فندم بس في مشكلة طيب معلش حاول حاول تصل بنا مرة تانية ناخد الأستاذ إيمان أستاذ إيمان سلام عليكم طيب فاصل أستاذ إيمان حاول يا أستاذ إيمان تتصل بنا مرة تانية وربنا يكرمنا جميعا ويكرم كل البنات يا رب إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين احنا لسا جماعة متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم حتجاوز بكلمكم النهاردة عن الصحابية الجليلة خولة بنت تعلبة ابن حكيم رضي الله عنها وارضاها إلا ربنا تكلمنا عنها وحكينا حكايتها في صورة المجدلة وإزاي لمواجهة أزمة عملت إيه بعض السيتات لما تكون عندهم أزمة بتجيب منادير وتعطط عيط لكن شوفوا الستة دي اتصرفت بإيجابية بعض الناس لما يكون عندهم مشكلة تتصرفوا بسلبية تعالوا ومش هيب نتعلم من خولة بنت تعلبة ابن حكيم إزاي السيت تتصرف بإيجابية لما يكون عندها مشكلة أو أزمة أو موضوع شوفوا أدب الزوجة شوفوا ستة صالحة لما رايحك للرسول ما اشتكتش ويدخل شتني وقال لي وعصبني ومديقني وخنيقني وبيصرفش علي وبيعمليش لأ شوفوا لما رايحك للرسول بتلتمس لزوجها الأعذار هكذا يا جماعة دايما النفس المؤمنة النفس المؤمنة يا جماعة بتلتمس الأعذار للناس في ريت كل زوجها شايفان تلتمس الأعذار لزوجها ليت كل زوج شايفان يلتمس الأعذار برضو لزوجته لإن طبعا البيوت لا تبنى على التودد وعلى التراحم وعلى حسن العشرة وعلى التحمل وإن كل واحد يتحمل الآخر شوفوا رحل السيد النبي ما قلتش عيوب زوجها خالص على إطلاق ده بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابنها عمي يعني مش ناسية إنه هو قريبها و أبو ابني و ده حاجة كبيرة قوي 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 و كمان إيه و أحب الناس إلى قلبي رغب يكون اللي بيعمله ما قلتش فيه حاجة وحشة ما رحش بلت عليه لكن قلت عليه كلام طيب يرضى ربنا سبحانه وتعالى ده الدرس اللي لازم نتعلمه كلنا جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى معي أستاذ إيمان سلام عليكم و عليكم السلام حضرتك أنا اللي كنت في كلمة و أخوي اللي عمل الحدثة ده ما كانش بيصلي بس من أول يوم في رمضان كان ملتزم يعني بيصلي الفجر و الفروض كلها اللي عليه تمام وهو يعني كان ميت 19 عمل حدثة 8 رمضان ومت 19 رمضان نعم الله يرحمه رحمة الله وسيع ما تشهد إن شاء الله نعم يعني أعيز أسأل هو عليه زنب في الصلاة اللي هو ما صلهوش و تركه قبل كده ده طيب فاندم حاضر أشكرك شكرا جزيلا يا ريت يا جماعة عشان بس ما نتشاتتش احنا بنتكلم فيه موضوع مهم جدا نهاردة بنتكلم فيه قضايا اجتماعية احنا برنامجنا اسمه حجوز حضرتك ممكن هذه الأسئلة طبعا تلجي البرنامج جميل ومتميز جدا كنا بتعلم منه فيه مشايخنا وعلمائنا من دار الإفتاء برنامج فتاوى الناس الساعة سبعة أنا شخصيا بقعد قدامه وبتعلم من مشايخنا واسازتنا يا ريتك الجايله عشان وقتنا وعشان موضوعاتنا الكثير عشان نكمل مع حضراتكم قصة الصحابية الجليلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها قرآن أن يتلى اليوم القيامة قلت أنها قعدت تكلم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تطلب حل لمشكلتها رسول يقول لها ما أراكي لقد حرمت عليك ويعمل تراجع رسول الله وتحاول رسول الله صلى الله وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لها جملة واحدة بس ما أراكي إلا قد حرمت عليك عملت إيه بقى لقيت إلى الله سبحانه وتعالى قلت إيه حقول ده بس بعد ما أخذ هذا الاتصال التليفوني أستاذ أمل سلام عليكم أستاذ أمل ألو طيب حاولت انقطع اتصال التليفوني حاولت تصلي بنا مرة تانية ماذا فعلت السيدة خولة بن ثعلبة بن حكيم لجأت إلى الله سبحانه وتعالى واستعانت بالله سبحانه وتعالى قالت قالت إلى الله سبحانه وتعالى أرفع مطلمتي وهكذا المؤمن دايما إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا ظلمك أحد الظالمين فقل يا الله إذا أصبحت فقل يا الله إذا أمسيت فقل يا الله إلجأ إلى الله مليكش إلى ربنا سبحانه وتعالى مليكش الخير إلا من ربنا سبحانه وتعالى بيرزؤك سبحانه وتعالى وبيديك خير كتير جدا على قدره وطلب منك أنك أنت تشكره على قدرك معنا مين يا أستاذ هدى ألو أستاذ أمات الله طيب حاولي تصل بنا مرة تانية أستاذ أمات الله هكذا جماعة دايما المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى قالت إلى الله سبحانه وتعالى أرفع مظلمتي ربنا سبحانه وتعالى سميع قريب زي ما قال كده وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعام ابن أهدي يكون عنده مشكلة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى عملت كل اللي عليها ستة تصرفت بإيجابية يعني كل الستات اللي شايفين دلوقتي يتعلموا من هذه الصحابية اللي الجليلة اللي عملت حاجة عظيمة جدا وأنزل الله في شأنها قرآن أن يتلى إلى يوم القيامة نزل سيدنا جبريل من العرش إلى الفرش من أجل امرأة هي السيدة خولة بنت ثعلبة ابن حكيم نزل بإيه وماذا قال لرسول الله صلى الله وسلم حكلم في هذا الموضوع ولكن بس أدا حضراتكم أخرج لفاصل قصير وراجع نكمل مع حضراتكم برنامجكم حجاوس اتفضلوا خلاص يا جماعة وصلنا إلى اللينك الأخير ودايما الأوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة جدا ولسه بنتكلم النهاردة في آية وحكاية أو آيات وحكايات عن قصة الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة ابن حكيم وقلنا قبل الفاصل أن طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزله سيدنا جبريل عليه السلام بحل المشكلتها لما لاجأت لله واستعانت بربنا سبحانه وتعالى وصرفت بيجابية نزل القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير خذوا بالكم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما كلام المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حوارا ده القرآن كلام المرأة مع زوجها كان جدال لأنه عايز يعلمنا القرآن درس مهمة أول فيه فرق من الجدل وبين الحوار الجدل هو لدت في الخصومة أنا عايز أمتصره بس دا كان المرأة والرجل لكن بينه وبين رسول الله كان حوارا لأنه هدفه فيه النهاية الوصول إلى الحق القرآن أكد على أن دا منكر من القول وزور والمفروض الراجل بيقولش امراته أنت عليك ظهر أمي طب اللي قال كده يبقى عليه طبعا عليه أن يعتق لقبة فإلا ما يستطع فليصم ستينة مسكينا فما يضارش يصوم فإلا ما يستطع الصيام فعليه أن يطعم ستينة مسكينا قبل كده ما يضارش عليه صيام شهرين متابعين بعد كده اطعم ستين مسكين فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء الزوج أو ابن الصامد قال له هل تستطيع أن تعتق لقبة قال له أنا فقير ما عنديش حاجة قال له طبعا هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال له أنا مريض ولا أستطيع الصوم بلمم فطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له طبعا هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال له رسول الله لا أستطيع أن أطعم ستين مسكين فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم طمرا من عندي وقال له خذ هذا وتصدق به على ستين مسكين فأوسى بن الصامد قال له رسول الله لو طفت المدينة بيتا بيتا ما وجدت رجلا أفقر مني لو لفت المدينة بكلها مش هتلاقي راجل أفقر مني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهدى خذه وكله واستغفر الله تجد الله غفورا رحيمة هي دي جماعة القصة هي دي الحكاية اللي بنتعلم منها دروس كتيرة جدا هو أول درس إن كل زوج شايفنا يمسك لسانه يعني أنا معاك ممكن زوجتك تعصبك وتنرفزك وتزهائك وفي بعض السات مسكين طفشات للأسف الشديد بتطفش رجال من البيوت وتقعد تقول لك وتتكلم معاك وتعصبك وتنرفزك لكن القيادة في إيدك أنت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أنت المسؤولة عن الأسرة أنت قوام الأسرة القوامة مش معناها إنك تقعد عمل تحلي بالطلاق تقوم معناها المسؤولية إنك شايل الحمل إنك مخلاها عايشة حياة كده أمنة مطمئنة مطمئنة إن هي عايشة محمية بوجود حضرتك معاها وهو ده يا جماعة اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة فياريت لو زوجتك عصبتك ما تحلفش بالطلاق أرجوك أرجو كل زوج شايفنا دلوقتي من فضلك لا تحلف بالطلاق من فضلك إذا اضطرت للحلف فلتحلف بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفات زي ما علمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قلنا في الحديث الصحيح من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت لكن أنت فيه أعرف ناس الأسف الشديد الواحد يصحب النوم يحلف بالطلاق ما هو حلف ولا طلاق صح النهاردة تلبيح في الشراء في أي حاجة تلبيح حياته صعب قوي ما ينفعش يا جماعة نحن بالطلاق لازم كل زوج يمسك أعصابه برضو مهم جدا بقول لكل زوجة شايفانا يا ستة كل يا ريت ما تعصبيش جوزك عايزك كده تحاولوني البيت لجنة أنا عايز كل راجل يبقى خارج من البيت هو زعلان إنه خارج وسايبك لكن مش خارج هو مبسوط وضه شام البيت عايز كل ذوك خارج كده يبقى خارج وزعلان لإنه هيسيبك وحيمشي حوليه البيت إلى جنة تق ربنا فيه هتقول له وعصى ربنا بيعملني وحش حتى لو عملك وحش عمليه انت كويس معنى عصى الله سبحانه وتعالى فيك فأطيعي الله سبحانه وتعالى فيه البيوت يا جماعة بتبنى على حسن العشرة إن كل واحد يحذر التاني إن إحنا كلنا الزوج والزوجة لازم كل واحد فيهم يقولي التاني كده إحنا في قارب واحد إذا نجونا نجونا جميعا إذا غرقنا غرقنا جميعا عارفيني مصيبة كتير في البيوت إيه إن الزوجة بتشتغل حسابها للأسف والزوج بشتغل لحسابه والأولاد بشتغلوا لحسابهم كل واحد بشتغل لحسابه إن ده إذن يتدخل الشيطان وإذا تدخل الشيطان نزعت البركة من كل شيء هو ده اللي عندنا مشاكل ومصايب ومتاعب متلتلة خدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الحديث القدسي قال لنا أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر ربنا بنفسه ثالث الشريكين الزوج شركة أعزم شركة زوج رباط مقدس خدوا بالحضراتكم زوج رباط مقدس وشركة عظيمة جدا وربنا يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر فإذا خان أحدهم الآخر نزع الله سبحانه وتعالى بركته وإذا نزعت البركة بقى يتدخل الشيطان وإذا تدخل الشيطان حدث أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى فلازم نخلي بالنا يعني ياريت كل زوجة كده بأول مجوزة هيدخل البيت مش تقول له الحق أمك عملت الحق أخوك عمل الحق ابنك عمل الحق حصل استني استني ما يدخل ويقعد وتوضى ويصلي وعدي كده بمكلمين أنا زوجة اشتكت لي مرة كل يوم يا مواليانا وكل ما أطلب مجوزة فلوس نتخاني كل ما تطلب منه مصاريف نتخاني قلت له يا ست الكل بتطلب منه فلوس ازاي ايتلي أبدا بقعدة ازاي يعني قلت لي بقعدة بكلمه كده أنا وقفة أو بقعدة على كرسي بقوله تا لا لما أطلب من جوزك فلوس راح عودي جانبه طبع عليه قلوا كنمتين حلوين ربنا خليك لينا قلبي يا بني فيك قديمي كده كلام طيب كلمتني بعدها قالت لي يا مولانا الله يفتع عليك يا مولانا أنا صبيك قوي أنا خدت كل اللي بجيبه خدت كل اللي بجيبه بإيه يا جماعة بلكلمة طيبة بإيه يا جماعة بحسن العشرة بإيه يا جماعة تاخد كل اللي بجيب جوزها بابتسامة بكلمة طيبة بأنها تطبطب عليه لأن هي المودة وهي السكن وهي الرحمة وهو ده جماعة اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في الدنيا وفي الأخيرة أعتقد أيضا من أهم الدلوس اللي بنتعلمها من قصة سيدة خولة بنت ثعلبة ابن حكيم هو مدى التزامها وحرصها على دير ربنا سبحانه وتعالى وذلك كان طبيعي جدا أن سيدنا عمر بن الخطاب لما وقفته مكلمته طبعا قال إن الله قد استمع عليها من فوق سبع سماوات أفلي استمع عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه القصة وهذه الحكاية وهذه هي الدروس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا بركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد الشيطان من بيتنا اللهم إننا جميعا في حماك فحم حماك يا رب العالمين اللهم إننا جميعا تحت لواءك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين اللهم يسل لنا كل أمر العسير وافتح لنا فتوح العارفين واطرد الشيطان من بيوتنا يا رب اللهم يطرد الشيطان من بيوتنا واجعل سكان بيوتنا من الملائكة الكرام البرى رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا بارك لنا في أرزاقنا بارك لنا في صحتنا بارك لنا في عافيتنا يا رب وارزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل اللهم صلي على حبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود وعلى الحبيب محمد صلواته مناح قمري وأورق عود شكر الله لكم أيها الأحبة نتقي على خير في الحلقة القادمة إلى اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة